دايماً لما بنفكر إننا نعيد حسابتنا ونعيد ترتيب وجود الأشخاص فحياتنا لازم يكون وقعنا في مشكلة أو في أزمة وعشان كده بدأنا نقف وقفة مع نفسنا ليه؟ علشان اتصدمنا علشان اكتشفنا إن احنا بعد ما مشينا طريق طويل إن الطريق ده نهايته مسدود أو إننا كانت اختياراتنا غلط أو كان اختيار غلط ما هو طريق مسدود يبقى أوله اختيار غلط علشان ادينا ناس ثقة كبيرة جداً أو ثقة مبالغة فيها والناس استجلت هذه الثقة ضدنا فربنا بيأذن في وقت معين إنه هو ينور بصرتنا ويكشف حقيقة الناس اللي موجودة حوالينا ومن هنا بتيجي الصدمة للإنسان وأنا بشوف إن الصدمة للإنسان لها فوايد رقم واحد إن انت بتعرف قيمة نفسك بتعرف إن انت إنسان غالي وبتعرف إن انت إنسان كويس وبتعرف إن الناس اللي انت ديتهم حاجات كتير جداً خانوا هذه الثقة بس ده بيبقى فيه جزء من الناس هم اللي ربنا بيفتح عليهم بإنه هم يبقوا شايفين الجزئية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي أنا مش قليلة أنا ما استهلش ده أنا هو لا هو أقل مني هو أنا اللي كنت كويسة وهو اللي ما كانش كويس حسب الموقف لكن فيه ناس تانين بتتقهر فتشوف نفسها إنه هو أنا قليلة عشان يتعمل فيها كده هو أنا ضعيفة قوي هو أنا مليش حد فيه ناس بعد الصدمة بيكلموا نفسهم طبعاً ونفسه كده يتكلم مع الشخص اللي هو أزاه يقول كل اللي جواه إنت ليه عملت فيه كده أنا مش مصدق إنه إنت سبتيني وتخلت عني وسبتيني في نص الطريق أنا مش عارف أعمل إيه لإنك إنت بتبقى مدي ثقة كبيرة قوي في الشخص اللي قدامك وواصف فيه ثقة عمياء ودائماً كنت بتراهن وبتقول إيه للو الناس كلها وحشة إلا دا إلا دا ودائماً المشكلة بتيجي من إلا دا إلا أنا بديله الأمان المطلق إلا ما بنمشي مشوار طويل ولما بنربط ساعدتنا بحد يا لمياء وبربط تفاصيلي بحد خلي بالكم من النقط دي عشان الناس اللي بتقع في مشكلة الحب والتعود والتعلق أنا موجود مع إنسان مش لازم أوصل كل يوم رسالة للإنسان إن أنا ما قدرش أعيش من غيرك مش لازم أقوله إن النفس اللي أنا بتنفسه دا أنت السبب فيه مش لازم أقوله إن ربنا فوق وإنت تحت في الأرض لا هو كده ما ينفعش أنت كده بتقوله أنا ضعيف بتقوله أنا مش أدر بسلمه مفاتيح بسلمه مفاتيح نقط الضعف بتاعت فيه ناس أسوية ممكن نسلم لهم نقط الضعف اللي موجودة عندنا ويعدلوا سلوكنا ويخلونا شخصيتنا كويسة ويخلونا ناس أسوية طب نكتشف إزاي الشخص اللي نقدر إننا نديله كل ما فاتحنا وإحنا متطمنين إنه مش هيستغلها والشخص التاني إنه لا ما سلموش أي حاجة لإنه لا يؤتمن المواقف كاشفة وبتبين وجود الأشخاص في حياتنا طب فيه موقف معاين نقدر نقوله هقولك زي مثال مثلا مثال بسيط وإحنا موجودين في أي علاقة في الدنيا لازم يبقى فيه تبادل في العلاقات اهتمام وصاد اهتمام احتواء وصاد احتواء أنا بعمل زي ما أنا بكبر بخطر الشخص اللي قدامي الشخص اللي قدامي يكبر بخطري أو إن الشخص اللي قدامي يشوف أنا بعمل إيه طيب ساعات كده بكتشف إن الشخصية دي فيه شخصيات كده في الحياة بياخد اهتمام ومشاعر من الناس بس هو ما بيديش هو دايما بيمص طاقة الإيجابية والطاقة العاطفية اللي موجودة عند أي ناس في الدنيا ياخد الحلو اللي فيك ياخد الحل وبعد ما بياخد منك الحل ويرميك وتكتشف إن هو بيوفر بديل غيرك وفيه ناس بتطلق بص في حتة كده فيه فرق ما بين التنازل والواجب يعني إيه لما أنا مكون موجود في علاقة ما حد واجبي علي إن أنا أحتويه واهتم بيه وإن أنا أطبطب عليه وإن أنا أحبه بالطريقة اللي تخلي العلاقة تنجح ولكن التنازل إن أنا بحول هذه الحقوق إلى فرود هي دي المشكلة الناس بتطلق بط في الحتة دي حقي وحقك زي ما أنا أبدل الشخص اللي قدامي حقوق أنا منتظر منه حقوق قصة إن أنا أتنازل حولت هذه الحقوق إلى فرود ترجمة نانسي قدامي حقوق ترجمة نانسي قدامي حقوق